كمان مبارح سيادة الرئيس شهد أداء حلف اليمين للمستشار بولوس فاهمي رئيس للمحكمة الدستورية العليا وأعرب سيادة الرئيس عن التقدير العميق للدور المهمة اللي بتقوم بيه المحكمة الدستورية العليا واللي بتمثل حلقة مهمة جدا في التاريخ العريق للقضاء المصري شهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار بولوس فاهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا أقسم بالله العظيم أن أحترم التسطور والقانون وأن أحكم في العدد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بنى السيد الرئيس أربعاً التقدير العميق للدور الهم للمحكمة الدستورية العليا التي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ معرباً سيادته عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون